حرف الثاء للصف الأول الابتدائي المناجي الجديد 1441 هجرية الثاء في بداية الكلمة الثاء في الوسط الثاء متصلة الثاء منفردة هذا ثوب يبدأ بحرف الثاء الثاء من الحروف التي نخرج فيها اللسان هذا ثامر وهذه الصور سنتحدث عنها هنا ألاحظوا الصور وأقرأ في متجر الألعاب تحدث فواز إلى أبيه وقال أبي سأختار ثلاث لعب قال الأب ثلاث كثير يا بني فقال فواز دمية لنورة وأرنب ليسر وصيارة لي قال الأب أنت أخ صالح يا فواز في متجر الألعاب تحدث فواز إلى أبيه وقال أبي سأختار ثلاث لعب قال الأب ثلاث كثير يا بني وقال فواز دمية لنورة وأرنب ليسر وسيارة لي وقال الأب أنت أخ صالح يا فواز نلاحظ أن حرف الثاء لونه أحمر أقرأ تحدث ثلاث كثير تحدث ثلاث كثير أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف الملون ثلاث الثاء عليها فتح ثاء كثير الثاء تحتها كسرة يتحدث الثاء عليها ضم ثو ثلاث الثاء عليها فتح ثاء كثير الثاء تحتها كسرة يتحدث الثاء عليها ضم ثو ثلاث الثاء عليها فتح ثاء كثير الثاء تحتها كسرة يتحدث الثاء عليها ضم ثو أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المد هارف الث يكتب هكذا من اليمين إلى اليسار ثم نقطتين مشبوكتين ثم النقطة الثالثة وفي الوسط هكذا نصعد ثم النقطتين والنقطة الثالثة وفي النهاية هكذا وإذا كان في النهاية هكذا يكتب حرف الث نكمل كلمات ثعلب كثير بحث محراس النشاط الإسرائي الثعلب والدجاجة الثعلب والدجاجة جاع ثعلب يوما ففقر في وجبة شهية له ومن بعيد رأى دجاجة تأكل الحب المنثورة فطمع بها وأخذ يفكر في حيلة لصيدها فلبس ثوبا لونه كلون الشجر فهو ممثل وماكر وعندما اقترب منها وثب عليها ولكنها هربت فقد كانت حذرة ولا تخالف كلام أمها فنجت منه وحمدت الله على السلامة الثعلب والدجاجة جاع ثعلب يوما ففقر في وجبة شهية له ومن بعيد رأى دجاجة تأكل الحب المنثورة فطمع بها وأخذ يفكر في حيلة لصيدها فلبس ثوبا لونه كلون الشجر فهو ممثل وماكر وعندما اقترب منها وثب عليها ولكنها هربت فقد كانت حذرة ولا تخالف كلام أمها فنجت منه وحمدت الله على السلامة الثعلب والدجاجة جاع ثعلب يوما ففقر في وجبة شهية له ومن بعيد رأى دجاجة تأكل الحب المنثورة فطمع بها وأخذ يفكر في حيلة لصيدها فلبس ثوبا لونه كلون الشجر فهو ممثل وماكر وعندما اقترب منها وثب عليها ولكنها هربت فقد كانت حذرة ولا تخالف كلام أمها فنجت منه وحمدت الله على السلامة وبالختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته